اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نباتات صحراوية في انواع مختلفة في نباتات حرة في نباتات معتدلة تمام فانا عندي في مصر هلاقي في تنوع في النبات الطبيعي طب يا ترى ليه طبعا احنا لما شفنا نموزج الامتحان الجديد او الحديث عرفنا انه بيخاطب ايه بيخاطب الفهم مش المجرد الحفظ فاحنا مش هناخد المعلومة نحفظها من الا لما طبعا نفهمها ونبحث كده وراها هنا مثلا لما ايجي قولي بما تفسر تنوع النبات الطبيعي في مصر ليه النبات الطبيعي في مصر متنوع ده بيرجع الى تنوع المناخ وتنوع مظاهر السطح مناخنا في مصر زي ما احنا شفنا قبل كده هو متنوع مش احنا خدنا اربع اقليم مناخية خدنا اقليم البحر المتوسط والاقليم الشبه الصحراوي والاقليم الصحراوي اقليم المرتفعات النبات الطبيعي ده بيرتبط بالمناخ وبيرتبط ايضا بنوع التربة فانا عندي المناخ في مصر متنوع والتربة في مصر ايضا فيه تنوع وفيه تنوع في مظاهر السطح لما خدنا التدريس مصر عرفنا ان فيه مناطق سهلية وفيه هداب وفيه منخفضات وفيه جبال الى اخره كل ده طبعا هيؤثر فيه النبات الطبيعي هو يؤدي الى تنوعه يبقى تنوع النبات الطبيعي بيرجع الى تنوع المناخ وتنوع اي مظاهر السطح تمام تعالوا نكمل ويختلف توزعها من مكان لاخر كما تتنوع الحيوانات وطيور البرية اكيد طالما النبات الطبيعي متنوع يبقى الحيوانات وطيور البرية هتتنوع ليه لانها مرتبطة بي يبقى الحيوانات وطيور البرية بترتبط بالنبات الطبيعي فطالما هو متنوع يبقى فيه تنوع كمان في الحيوانات والطيور البرية الا ان العديد من انواعها يتعرض لخطر الانكراد عدد كبير من الحيوانات والطيور دي معرض لخطر الانكراد يعني انكراد يعني ان هو هيختفي يعني مشابه موجود تمام اعداده بتقل ولو احنا يعني ما حافزناش على الاعداد القليلة الباقية وعملنا لها مناطق كده يعني لحمايتها اللي هي المحميات الطبيعية في الحالة دي ممكن ان احنا نلاقيها ايه اختفت خالص ما يقيتش موجودة زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله في الدرس ولذلك توسعت الدولة في انشاء المحميات الطبيعية لحماية البيئة الطبيعية ايه في مصر تمام شفنا كده التمهيد بتاع الدرس طب في الدرس ده هناخد ايه هنتعرف على النبات الطبيعي الاحياء البحرية والحيوانات والطيور البرية المحميات الطبيعية طبعا هناخده كله هو درس صغير مش كبير تعالوا كده نبدأ طبعا في الاول في عندي مصطلح مصطلح ايه مصطلح سهل خالص اللي هو النبات الطبيعي المقصود بالنبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل الانسان يعني ايه يعني الانسان مش هو السبب في وجوده يعني لا زرعه ما حطش بزرعه وزرعه وروعه وروعه وكلام ده لأ ده هو بيطلع لوحده من غير اي تدخل من الانسان طب يطلع لوحده ازاي يعني ده بيبقى نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية مثل التربة مع عناصر المناخ مثل الحرارة والرياح والامطار يعني مجموعة عوامل طبيعية كده بتتفاعل مع بعضها تمام وجود تربة وجود عناصر المناخ زي حرارة مع رياح مع امطار ده كله بيقضي الى وجود النبات ايه الطبيعي او ظهور النبات الطبيعي يعني مثلا الرياح بتقوم بنقل بزرعه من مكان لمكان او حبوب اللقاح او بزور من اماكن لاماكن اخرى ترميها مثلا في تربة نوع معين من التربة مع شوية امطار تنزل عليها مع وجود حرارة مناسبة بينمو النبات ده نلاقي نبات طلع كده في مكان يعني سبحان الله لوحده يعني من غير محد ايه من غير محد يزرعه يعني النباتات مثلا اللي بنلاقيها في الصحر اللي احنا رايحين اسكندرية في الطريق الصحراوي او متاجهين مثلا اه لمكان مثلا بالمر على المنطقة صحراوية هتلاحز ايه هتلاحز ان فيه اه حشائش فيه نباتات كده اشجار صغيرة موجودة فيه ترى حد رح هناك وزرع النبات ده لا طبعا ده ايه ده نبات طبيعي تفعلت عوامل طبيعية اه مع بعضها وقدت الى ظهوره تمام يعرفنا تعريف النبات الطبيعي هو الذي ينمو تلقائيا او دون تدخل الانسان فيه تتنوع النباتات الطبيعية في مصر زي ما قلنا النباتات الطبيعية متنوعة ونا قلتلك السبب وتتوزع لنحو التالي تعالوا كده نشوف اول حاجة كده ناخد ايه النبات الطبيعي في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم اللي هو القسم الاول من اقسام سطح مصر تتوفر المياه والتربة في الوادي والدلتا في مية وفي تربة يعني العوامل المهيئة لنمو ايه لنمو النبات الطبيعي في الوادي والدلتا طبعا ومنخفض الفيوم المية طبعا من نهر النيل والتربة طبعا طربة الفيضية الخصبة اللي جابهن نهر النيل حيث هنمو النبات الطبيعي بس انا عندي بقى هلاقي ايه هلاقي فيه اختلاف من مكان لآخر داخل مجرى نهر النيل النبات اللي موجود بسميه ايه ورد النيل زي ما احنا شايفين في الصورة دي وهنشوف برضو صور ايه دلوقتي يبقى فيه في مجرى النيل نفسه نبات طبيعي اسمه ورد النيل تمام تعالوا برضو نشوف كده ايه الصورة بتاعت ورد النيل ايه دي صورة ورد النيل شايفينه شايفين قد ايه طبعا يعني من الاخطار اللي بتهدد نهر النيل عندنا النبات ده ليه لانه بيمتص جزء كبير جدا من مية النيل شايفينه المساحة قد ايه وفيه كمان يعني في اماكن اكتر من كده كمان ساعات بيغطي النيل كله يعني ما تلاقيش النيل ده باين يعني الاماكن دي دي مش ارض دي ده مية يعني فيه تحت تحت الاخضر ده مية ده ورد النيل ده كله بينتشر انتشار كبير في نهر النيل وخطر جدا على الملاحة في نهر النيل وخطر على السرواة السماكية مية كبيرة من المياه طبعا يعني ازرعيتنا اولى بيها واحنا اولى بيها لذلك بيتم التخلص منه ومكافحته نرجع بعد كده ونشوف مع بعض الانواع الاخرى على دفاف الترع والمصارف زي الكفور والتوت والجميز يبقى ورد النيل انا قلت فين ده جوه النيل نفسه يعني داخل مجرى نهر النيل لكن على دفاف الترع والمصارف فينا بقى الطبيعي اخر زي ايه الكفور شجر الكفور والتوت والجميز اه دي صورة لشجر الكفور شجر الكفور ها زي ما احنا شايفين ده الموجود فين على دفاف الترع والمصارف اه في مناطق البراري في شمال الدلتة بتنتشر النباتات والحشائش يبقى كده عارفنا النبات الطبيعي الموجود في الوادي والدلتة منخفض الفيوم احنا عارفنا طبعا ان نهر النيل او داخل مية النيل فيه نبات اسمه ايه اسمه ورد النيل وشوفنا صورته وعارفنا ان على دفاف الترع والمصارف بتنمو نباتات طبيعية زي ايه الكفور والتوت والجميز شجر التوت طبعا كلنا عارفينه وشجر الجميز في مناطق البراري في شمال الدلتة بتنتشر النباتات والحشائش يبقى فيه مجموعة من الحشائش او مساحات من الحشائش في شمال الدلتة تمام طب هنا ممكن يجيلي السؤال بقى يعني لو قلنا بقى على الاسئلة اللي بتخاطب التفكير هل ممكن الاستفادة من النباتات الطبيعية ديت ممكن ازاي انا قلت دلوقتي في شمال الدلتة فيه حشائش طب الحشائش ديت مش ممكن اربي عليها سروة حيوانية يبقى انا ممكن استفيد من النبات الطبيعي اللي موجود في شمال الدلتة مثلا باني ايه باني استخدمه في تربية الحيوانات تمام برضو شجر الكفور والتوت والجميز ممكن الاستفادة منهم ومن اخشابهم مثلا ومن يعني من السمار بتاعتهم شجر التوت طبعا شجر من الشجر المسمرة والتوت لفايدة كبيرة ورد النيل يعني احنا بنلسا قايلين دلوقتي انه هو ليه اضرار بالنسبة للنبس ممكن الاستفادة منه ازاي يعني فيه ابحاث وفيه دراسات بتتم الاستفادة منه كمثلا نحن نعمله علف للماشية مثلا نحوله الى اخشاب تمام يعني فيه رسائل دكتوراه اتعملت على الورد النيل دوت وكيفية الاستفادة منه فاحنا ممكن ان احنا نستفيد من هذا ايه النبات الطبيعي تعالوا بعد كده نشوف النبات الطبيعي في الصحاري المصرية احنا عارفين طبعا احنا عندنا الصحاري موجودة فين شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية تنمو العديد من النباتات الطبيعية في الصحاري عندما تتوفر بها عوامل النمو تمام ومن اهم المناطق التي ينمو النبات الطبيعي بها شبه جزيرة سيناء طيب ايه انواع النباتات بقى اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء فيه نباتات ملحية وفيه شجر المانجروف وشجر الشيح او نبات ايه الشيح يبقى دول وطبعا يعني يا ريت نحفظ الحاجات دي علشان ممكن يجي يقول لي ويجيب لي انواع معينة كده يقول لي موجودة فين يعني مثلا لما يقول لي ورد النيل موجود فين في انهو قسم من اقسام مصر هنقول له طبعا موجود في ايه في الوادي والدلتة ومنخفض البيوم وبالتحديد في مجرى نهر النيل يبقى انا عارفة طب ايه النباتات اللي بيانمو مثلا في شبه جزيرة سيناء النباتات الملحية زي ما قلنا والمنجروف والشيح وهنشوف دلوقتي طبعا هنشوف صور للنباتات دي دلوقتي يعني تعالوا كده نشوف صورة النباتات الملحية اهو دي ايه دي ليسا موها نباتات ملحية لانها ممكن بتتحمل ارتفاع نسبة الملوحة في المياه يعني ممكن اننا يعني موجودة في المياه الملحة يعني مثلا لو مية عندي مية ملحة او منطقة مية نسبة الاملح فيها عالية بتنمو فيها النباتات ديت تمام طيب نشوف تاني نرجع تاني شجر المنجروف اه دي شجر المنجروف برضو دي من النباتات الموجودة في شبه جزيرة سيناء يبقى النباتات الملحية وشجر المنجروف قلنا وشجر ايه الشيح طيب السحرة الشرقية بتنمو على سواحل البحر الاحمر في نبات اسمه الغرقد ونبات المنجروف والمنجروف هو بتاع سيناء يعني المنجروف ده موجود في شبه جزيرة سيناء وفي السحرة الشرقية وشجر بقى اسمه شجر الغرقد ده منتشر على سواحل البحر الأحمر في السحرة الشرقية وقى دي صورة شجر الغرقد اهو وموجود بكسرة في مدينة الغردقة يعني موجود كتير قوي في المدينة دي مدينة الغردقة ويمكن اسمها اتاخذ من اسم الشجر دوت تمام ده اسمه شجر الغرقد هنا عندي في معلومة ساحل خليج العقبة من المناطق الفقيرة في النبات الطبيعي المعلومة دي مهمة نخلي بالنا منها ساحل خليج العقبة من المناطق الفقيرة في النبات الطبيعي طب ليه نظر اللي ديكو وفقر تربته لان الساحل ديك عارفين الساحل ديك ليه فاكرين طبعا لان المسلس الجبلي في سينة مقترب جدا من ساحل خليج العقبة فبالتالي مساحته بتبقى ديئة فاكرين لما اتكلمنا عن المنطقة الجبالية في جنوب سينة وقلنا اتكلمنا عن ساحل خليج العقبة وساحل خليج السويس قلنا ان ساحل خليج العقبة بيتميز بالضيق اما خليج السويس اكثر التساعا اللي هو سهل ايه سهل القاعة اللي بطلق عليه سهل القاعة لكن ساحل خليج العقبة دي لان الجبال بتقترب جدا من الساحل فبتقدي الى ضيقه بالاضافة لكده كمان فقر ايه فقر تربطه يبقى لما يقول لي بما تفسر فقر ساحل خليج العقبة في النبات الطبيعي أو كلة النبات الطبيعية على سحر الخليج العقبة هقوله بسبب ديكو وفقر تربته وتتواجد أو حيث توجد به بعض النباتات العشبية الفقيرة يعني أنواع النباتات الموجودة هناك نباتات عشبية فقيرة عرفنا كده النبات الموجود في شبك زيرة سينة وفي السحراء الشرقية تعالوا نشوف السحراء الغربية تعد السحراء الغربية بشكل عام فقيرة في النبات الطبيعية السحراء الغربية هي كمان فقيرة في النبات الطبيعية طب إيه السبب هنا؟ نظرا لكلة المياه وانتشار التربة الرملية يبقى الظروف هنا مش مساعدة ان النبات الطبيعي يبقى موجود بكسرة ليه لان المياه فيها قليلة في الصحر الغربية كمان انتشار التربة الرملية بشكل كبير فده برضو بيأثر على انتشار النبات الطبيعي من امثلة النباتات الطبيعية الموجودة في الصحر الشرقية شجر التين والزيتون والصمت والنخيل الاربعنواعده الاتين والزيتون والصمت والنخيل طبعا كلنا عارفين التين والزيتون والنخيل طب ايه شجر الصمت تعالوا نشوف صورته كده بلكو صورته هي ديت اسمها شجرة الصمت والشجرة دي على فكرة لها اهمية اقتصادية ليه لاني بيستخرج منها السمغة بيستخرج منها مادة سمغية تمام عارفين السمغة اللي هو باللزق ده اللي بنلزق بيه دوت بيستغرج من شجرة اسمها شجرة ايه الصند ودي موجودة في السحراء الغربية موجودة بكسرة في السحراء الغربية فممكن ان احنا نستفيد منها ويبقى ليها ايه كويمة اقتصادية عندنا كده اتعرفنا على انواع النبات الطبيعي في السحراء المصرية تعالوا كده نكمل مع بعض ونشوف الاحياء البحرية والحيوانات والطيور البرية نبدأ بالاحياء البحرية تنتشر الكائنات البحرية من اسماك وسادييات واحياء اخرى بالبحر الاحمر طيب اللي ما قلناش البحر المتوسط شمعنا البحر الاحمر اللي موجود فيه يعني احياء بحرية بكسرة لان الاحياء البحرية دي بتحتاج ايه بتحتاج الى مياه صفية ودافئة يعني دفء المياه وصفقها دي الاسباب اللي خلت البحر الاحمر يبقى غني وفيه موجود فيه احياء بحرية بدرجة كبيرة لكن البحر المتوسط ما فيهوش المميزات دي يعني من البحار الاكثر تلوث في العالم هو البحر المتوسط لان بتطلع عليه مدن كتير جدا وفيه اكتر من مية وعشرين مدينة بتطلقي نفاياتها ومخلفاتها في البحر المتوسط مخلفات مصانع صرف سحي ايه الاخره بالاضافة طبعا لنقلات البترول اللي هي طبعا يعني راحة جاية في البحر والتصرب البترول اللي نتج عنها ده كله بيلوث ايه بيلوث المياه فما فيش فرصة طبعا مع هذا التلوث المياه الملوثة دي ما بتديش فرصة للأحياء البحرية ان هي ايه ان هي تنتشر وتكسر اما البحر الاحمر فلا هو بيتميز بدفء المياه وصفاها وبالتالي بتنتشر في ايه الكائنات البحرية بدرجة كبيرة سواء كانت بقى اسماك او شعاب ايه مرجانية تعالوا نشوف صورة للشعاب المرجانية شايفين جمال طبعا البحر الاحمر غني جدا بالشعاب المرجانية وبيجي له سياح من بلاد كتيرة لمشاهدة هزيل مناظر الجميلة طيب نشوف بعد كده الحيونات البرية توجد انواع مختلفة من الحيونات البرية في مصر طبعا حيونات البرية يعني ايه يعني بتعيش كده طليقة في المناطق السحروية او المناطق البعيدة عن السكان اه زي ايه كده زي السلاحف والغزال والزئاب والسعالب وهكذا اه وتتكيف مع ظروف المناخية السائدة توجد انواع مختلفة من الحيونات البرية في مصر وتتكيف مع ظروف المناخية السائدة منها السلاحف البرية والغزال والزئاب والسعالب هنشوف برضو صور ليهم ادي الصلحفة شكل الصلحفة هوت شايفين دي صلحفة برية و ادي صورة كمان للغزال غزال البرية جميل جدا صورة اخرى ادي الزقاء اللي دي سعي لبدأ التعلب دي صورة للتعلب وفيه صورة كمان للزقبه هوت برضو من الحيونات الابرية يبقى شفنا دلوقتي الاحياء البحرية والحيونات البرية تعالوا نشوف كمان الطيور البرية تعد مصر احد المصارات المهمة للطيور المهاجرة خاصة في فصل الشتاء طب ليه فصل الشتاء؟ ليه مش الصيف؟ ليه مش فصل اخر؟ لان طبعا الطيور ديت هي بتهاجر لنا جيلنا منين؟ جيلنا من اوروبا تمام؟ جيلنا من الشمال طب هي دلوقتي اللي بيجينا مصر فصل الشتاء لان مصر تتميز بالدفء في فصل الشتاء منخة جميل جدا ودافي جواحل وكده في فصل ايه الشتاء لذلك هي بتأتي الى مصر بكسرة خلال فصل الشتاء اللي التمتع ايه بالمناخ الدافي الجميل بيبلغ عددها كرابة المليون طائر يعني حوالي مليون طائر كده بيفوتوا علينا ويعدوا علينا في جرتهم من انواع مختلفة تتمركز معظمها بالسواحل الشمالية خاصة منطقة البحيرات الشمالية في البردويل في المنزلة في البرولوس في المحيرات دي بتيجي عدد كبيرة من هذه الطيور البرية المهاجرة وبتنزل فيها وتكون فيها فترة كده من الوقت وبعد كده بتكمل ايه رحلتها طبعا ده دفع المنظمات العالمية الى الدعوة لجعل تلك المناطق محميات طبيعية تحت اشراف الحكومة ايه المصرية طبعا للحفاظ على هذه الطيور طبعا فيه اعداد يعني فيه ناس كتير بتنتهز الفرصة وبتقوم بسد الطيور ديت يعني بيبقوا عارفين كده موعدها وجاية امتى وبيعملوا لها بقى الفخاخ والشباك ويحاولوا ان هما يستعدوا اكبر قدر ممكن منها لاستثمرها وبيعها وكذا يعني الاستفادة منها لكن طبعا ده بيأثر تأثير كبير عليها وممكن يؤدي الى انقراضها لذلك دعا المنظمات العالمية الى ان المناطق دي تبقى محميات طبيعية يعني ايه يعني ممنوع الصد فيها يعني ما حدش يستادي يا جماعة من الطيور ديت نحافظ عليها ونحميها علشان يعني ما تنقرد شي اعدادها ما تقلش وتنقرد تمام؟ وتجد طيور متوطنة في مصر متوطنة في مصر يعني ايه يعني دي مقيمة بقى عندنا ما بتهمشيش ما بتتهاجرش مثل النصور والحمام الجبلي فيه صور هنا ايه شايفين هنا صور للطيور اللي هي المهاجرهية في المناطق اللي هي البحيرية الشمالية واندي صورة كمان شايفين؟ طيب تعالوا بقى نشوف هنا السؤال ده بيقول لي ايه دلل للنبات الطبيعي والحيوان البري اهمية اقتصادية في مصر احنا درسنا النبات الطبيعي ودرسنا الحيوانات البري عايزين نعرف اهميتهم هل ليهم اهمية؟ اكيد طبعا طيب الاهمية دي تتمثل في ايه؟ الاعتماد على النبات الطبيعي في الرعي في شمال سينة والسحل الشمالي انا لسه ايلالك مش فيه حشائش قلنا في شمال الدلتة مش انا لسه ايلالك ممكن يقول لي ايه؟ اهمية الاقتصادية اهمية الاقتصادية ان انا ممكن اربي عليها اعداد من الحيوانات يبقى بعتمد عليها بعتمد على النبات الطبيعي ده في الرعي في منطقتين زي ما قلنا في شمال سينة وفي السحل ايه؟ الشمالي كمان وجود انواع نباتية ذات قيمة طبية مثل نبات الشيح والحرجل والحلفة دي أمثلة للنباتات اللي هي بتبقى بتخش في بعض علاج بعض الأمراض يعني بتخش في صناعة الأدوية لعلاج بعض الأمراض تمام نبات الشيح والحرجل والحلفة بقاليها قيمة طبية كبيرة جدا دي نباتات طبيعية طبعا بتنمو في مناطق مختلفة من إيه من الصحراء احنا لسه قايلين الشيح ده فاكرين كان فين موجود فين في شبهة جزيرة سينة تمام الشيح من النباتات الموجودة بيكزيرستينا مع النباتات الملحية والمنجروف فيه كمان عندك وجود بعض المناطق الطبيعية التي تعيش بها الحيوانات البرية النادرة والتي تعد مزارات سياحية يعني انا ممكن استفيد منها واستغلها كمزارات سياحية وتنجيب لي دخل كبير طبعا جدا كده اتعرفنا على النبات الطبيعي والحيواني البرية تعالوا نشوف التدريب ده على الجزء اللي احنا خدناه هنا بيقول لي اكتب كلمة سواب او خطأ مع ذكر السواب في الحالتين الشيح والمنجروف من النباتات التي تنموا في الصحراء الغربية يا ترسحة ولا غالط طبعا قلتلكم لازم نحفظهم يعني نحفظ النبات الطبيعي في الشبكزيرستينا ايه في الصحراء الشرقية في الصحراء الغربية في الوادي والدلطة ومنخفض الفيوم فهل الشيح والمنجروف بتنموا في الصحراء الغربية طبعا العبارة خطأ العبارة خطأ ليه لان النبات اللي بينموا في الصحراء الغربية احنا قلنا التين والزيتون والزيتون والصنت والنخيل. تمام؟ يعني وذكرناش الشيح والمنجرف فيها. يبقى ايزا عبارة ايه خاطئة؟ يبقى نكتب مع ذكر السبب نقول لان السحراء الغربية بتنمو فيها التين والزيتون والصنت وايه والنخيل. تمام كده؟ ممكن احلها بطريقة تانية ممكن. ممكن اقول الشيح والمنجرف من النباتات التي تنمو في شبه جزيرة السيناء. يعني اشيل السحراء الغربية واكتب ايه شبه جزيرة سيناء. نشوف السؤال اللي بعده يعد ساحل الخليج العقبة من المناطق الفقيرة في النبات الطبيعي. يعد ساحل خليج العقبة من المناطق الفقيرة في النبات الطبيعي. صح والغلط؟ طبعا صح. احنا لسا يلين المعلومة اي لكم خلي بالكم منها. ساحل الخليج العقبة النبات الطبيعي فيه قليل جدا وده بيرجع الى ايه؟ ديكو وفقر تربته. يبقى السبب هنا بسبب ديكو الساحل ديء وفقر تربته. تلاتة تنتشر نباتات الغرقد والمنجرف في الوادي والدلتة. الغرقد والمنجرف منجروف خدناهم في الوادي والدلتا طبعا خطأ ليه لان الغرقد والمنجروف موجودين في السحراء الايه الشرقية نبات الغرقد والمنجروف موجودين في السحراء الشرقية على سواحل البحر الاحمر تتميز السحراء الغربية بفكرها في النبات الطبيعي العبارة دي طبعا صحيحة فعلا السحراء الغربية فقيرة في النبات الطبيعي وده بيرجع الى كل تلمياه وانتشار التربة الرملية بما تفسر انتشار الشعاب المرجانية في البحر الاحمر اللي احنا قلنا ليه البحر الاحمر هو فيه شعاب مرجانية كتير والبحر متوسط لأ طبعا البحر الاحمر بسبب دفء المياه وصفقها دفء المياه وصفقها ووضح الاهمية الاقتصادية للنبات الطبيعي والحيوان البري هنذكر الثلاث نقاط اللي احنا لسه قيلينهم طبعا بنعتمد على النبات الطبيعي في الراعي زي شمال سينة وسحل الشمالي وبنعتمد عليه كمان في العلاج بعد انواع من النباتات الطبيعية تستخدم في العلاج زي تقييمة طبية يعني زي الشيح والحرجل والحلفة كمان ممكن ان هو يستخدم كمزارات سياحية يعني بوجود بعض المناطق الطبيعية اللي بتعيش بها الحيوانات البرية والنادرة ديت تبقى ايه تبقى مزارات سياحية كده شفنا الجزء الاول من الدرس تعالوا مع بعض نكمل درسنا ونشوف المحميات الطبيعية لسه طبعا نذكرين من شوية ان النبات الطبيعي والحيوان البري الحاجات ديت بتتعرض بعدها بتعرض لخطر الانقراض طيب علشان نحافظ عليها نعمل لها ايه محمية طبيعية طب ويعني ايه محمية طبيعية تعالوا كده نشوف مع بعض هي مساحة من الارض او المياه السحلية او الداخلية تتميز بما تضم من كائنات حية سواء كانت ايه نباتات او حيوانات او اسميك او ظواهر طبيعية زات قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية دي المحمية الطبيعية يبقى هي مساحة من الارض جزء من الارض وممكن يكون جزء من المياه والمياه دي ممكن تكون مياه سحلية او مياه داخلية يعني داخل يابس الدولة في قلب الدولة تتميز بايه بتضم بقى الارض او المياه ديت كائنات حية ممكن تكون نباتات او حيوانات او اسميك او ممكن كمان يكون زواهر طبيعية يعني مثلا منطقة جيولوجية مثلا زي ما نشوف دلوقتي وبيكون لها قيمة ثقافية او علمية او سياحية او ايه او حتى قيمة جمالية يعني يكون منظرها جميلة يعني احنا بنحافظ عليها مش بقى مش مش شرط يعني قيمتها الثقافية بس او العلمية لأ كمان ايه كمازار سياحي لجمال منظرها لانها يعني منطقة جميلة مناظرها جميلة فبنحافظ عليها للاستبب ده تعالوا نشوف عندك انواع المحميات واهدف المحميات الطبيعية نشوف الاول الاهداف هدف المحمية الطبيعية احنا بنعمل المحمية sought وحماية الحياة النباتية والحيواني اشانسون وحمي الحياة النباتية والحيواني اثنين حماية بعض التكوينات الجيولوجية والحفريات القديمة. تلاتة تشجيع برامج البحث العلمي والرصد البيئي لهذه المناطق المتميزة. يعني لما بيكون الحاجات دي موجودة ده بيدي فرصة اكتر للباحثين والعلماء والناس المسؤولة عن البيئة انه هم يبحثوا ويكتشفوا ويشوفوا يعني توصلونا الى معلومات جديدة. نشر الوعي البيئي للحفاظ على القرص الطبيعي والبشري. طبعا مهم جدا ان احنا نعرف اهمية هذه المحمية وان احنا نحافز عليها. ليه? لان انت كده بتحافز على تراث. تراث طبيعي وتراث ايه بشري? انواع المهمات الطبيعية بقى في مصر. في عندك مجموعة متنوعة من المهمات الطبيعية. في محميات تراث طبيعي زي محمية راس محمد. وفي محمية جيلوجية زي الغابة المتحجرة. في محميات اراضي ردبة ومعزل طبيعي للطيور زي الزرانيك وسبخة البردويل. محميات صحراوية مثل الصحراء البيضاء. ومحميات بحرية او اراضي ردبة زي محمية البرولوس. ومحميات متعددة الاغراض زي محمية نبك. تمام? طيب. مهم يعني ايه المهم هنا? المهم هنا اعرف المحمية ونوعها. يعني ما اقول لك محمية راس محمد دي نوعها ايه? تقول لي تراث طبيعي. الغابة المتحجرة نوعها ايه? جيلوجية. تمام? كده عرفت وهكذا. يبقى ايه اه لزما اعرف المحمية واعرف نوعها ايه? يا تبع عني نوع. مثلا اقول لك صحراوية محمية صحراوية زي ايه? تقول لي الصحراء البيضاء. ما اقول لكش محمية صحراوية. اقول لي امثلة المحمية الصحراوية. تقول لي مثلا الغابة المتحجرة او راس محمد. لا طبعا. تمام? اه شفنا كده طبعا دول حفز. يبقى عرفنا انواع المحميات في مصر. تعالوا نشوف بقى صور لهذه ايه المحمية. ادي صورة لمحمية راس محمد. شايفيني الجمال? جميلة جدا طبعا. في كمان الغابة المتحجرة. صورة للغابة المتحجرة. اه دي الغابة المتحجرة. في كمان عندك احنا قلنا ايه? محميات اراضي ردبة ومعزل طبيعي للطيور زي آآ البردويل. سفخة البردويل. محمية الزرانيك. وصفخة البردويل. بتبقى ايه? بتبقى ملجأ للطيور اسناء هجرتها. في المحميات الايه? محميات الصحراوية زي مع السحراء البيضاء. ايه دي محمية السحراء البيضاء. دي موجودة عندنا في السحراء الغربية في مصر. منطقة الوحات. في عندنا محميات بحرية واراضي ردبة مثل محمية آآ بحيرة البرولوس. وادي صورتها اهيت. طبعا دي موجودة في الشمال الدلتا. في كمان محميات متعددة الاغراض مثل محمية نبك. ايه دي محمية نبكة هي تقدي ايه جميلة. يعني منطقة سياحية جميلة جدا. وبتستثمر حاليا برضو آآ بيتم عمل ايه مناطق آآ يعني شواطئ وكرة سياحية في في المنطقة ديت. بيتجيب طبعا دخل كبير جدا للدولة. كده شفنا انواع المحميات آآ تعالوا بقى دلوقتي هنشوف تدريب على الجزء ده. زي ما قلتلك مهم جدا انك تعرف المحمية ونوعها ايه. هنا مثلا بيقول لي الزرانيك. يا ترى الزرانيك دي تقولناها في ايه نوعها ايه. محمية الزرانيك. دي محمية اراضي ردبة ومعزل طبيعي للطيور. يبقى هنا اكتف في نوعها. ارض ردبة وايه ومعزل طبيعي للطيور. يعني الطيور بتلجأ لها في وقت الهجرة. طيب بحرية او اراضي ردبة. نوعها بحرية او اراضي ردبة. دي خدناها في ايه? في البرولوس. يبقى هنا هنكتب ايه? هنكتب البرولوس. بحيرة البرولوس. الغابة المتحجرة. محمية الغابة المتحجرة دي كان نوعها ايه? طبعا جيولوجية. محمية جيولوجية. اه هنا جايب لي في النوع انها صحراوية. ايه المحمية اللي خدناها انها صحراوية? طبعا السحراء البيضاء. يبقى هكتب هنا اسم المحمية السحراء البيضاء. جايب لي هنا في المحمية نبك. محمية نبك. دي خدناها ايه نوعها ايه? متعددة الاغراض. متعددة الاغراض يعني كزا حيجة. تنفع لكزا حيجة. آآ راس محمد طبعا نوعها محمية تراث طبيعي. تراث طبيعي. آآ كده شفنا السؤال الاول. تعالوا شوف السؤال التاني بيقول لي ما المقصود بالمحمية الطبيعية. بنقول تعريف المحمية. مساحة من الارض او المياه سواء كانت سحلية او داخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتية او حيوانية او اسميك. وزواهر طبيعية زي تقيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية. وضح اهدف اقامة المحميات. احنا بنعمل محمية ليه? طبعا من اجل حماية الحياة النباتية والحيوانية وحماية التكوينات الجيولوجية والحفريات. تشجيع البحث العلمي ونشر الوعي البيئي للحفاظ على الارث الطبيعي والبشري. بكده بنكون خلصنا درسنا النهار ده وخلصنا كمان مع المنهج. آآ منهج الترم الاول. آآ طبعا آآ يعني في الحلقات القادمة هيبقى فيه بقى مراجعات وحل نمازج وامتحانات. ويعني نحاول بقدر الامكان ان احنا آآ نشوف الاسئلة اللي هي جديدة. نمازج الامتحاني الجديد. ونحاول نجيب الاسئلة على نفس النمط. عشان نبقى مندربين عليها كويس قوي. ما نفاجأش بيها آآ بعد كده يعني. آآ اتمنى يعني تكونوا فهمتوا. اشوفكوا على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى موسيقى موسيقى